أيضا تزامنا مع تصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي كشفت روسيا النقاب عن أول نظام دفاعي متحرك في العالم مضاد للصواريخ والدفاع الفضائي وفقا لما أعلنته مصادر عسكرية روسية وبحسب تلك المصادر فإن منظومة S-550 الروسية الجديدة والمضادة للطائرات قادرة على إسقاط المركبة الفضائية العسكرية الأمريكية X-37 أيضا أشرت المصادر ذاتها إلى أن النسخة المتطورة من S-500 قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بشكل فعال إذن سباق التسلح الدولي تتصاعد واتيرته بين موسكو وواشنطن وروسيا تعلن عن منظومة دفاعية جديدة قادرة على استهداف الرؤوس الحربية نووية فما هي أهم مميزات تلك المنظومة نتعرف عليها في هذا التقرير؟ قدرات خاصة تمتلكها منظومة S-550 الروسية التي كشفت عنها موسكو مؤخرا ضمن خطتها العسكرية لتطوير أنظمة الردع الساروخية وتمتلك المنظومة الروسية الجديدة القدرة على تدمير الأهداف الفضائية الباليستية والمدارية بالإضافة إلى تدمير الرؤوس الحربية النووية للصواريخ العابرة للقارات وتستطيع منظومة الدفاع الروسية الجديدة إسقاط طائرات الفضاء الأمريكية بدون طيار X-37 والتي تعد هدفا رئيسيا للدفاعات الروسية ووفقا لما ذكرته مصادر روسية فإن منظومة الدفاع الساروخي S-550 المطورة تعد أول منظومة دفاعية متحركة في العالم مضادة للصواريخ والدفاع الفضائية